ايه العروض اللي جات لك ورفضتها في الفترة آخيرة العروض الحقيقية اللي جات لكابتر العالمين يعني الحمد لله عندي عروض كتيرة بس يعني يعني مأجلها شوية مأجلها يعني جونى كلموك يعني معلاش نقول أسماع كل الناس اللي كلمون ناس محترمة جدا ونس يعني فيه ناس كلموك في الفترة طب ليه يعني خلينا شوية يتفكر في إيه يعني فيه أنا عارف ان فيه انداجة مهرية كلمتك اسماعيلي كلمك امبي يكلمك فيه قمدية كتير طب انت عايز ايه كل انت قلتهم دول اسماعيلي ده متعة يعني بلد ممتعة وجمهور حاجة ولا اروع لكن يعني انا بقول وامبي حاجة شرف لأي حد نادي حاجة محترمة جدا ناس مستقرين مجلس ادارة حاجة ولا اروع من كده لكن انا بقول شوي يعني انا ديني فرصة لسه طالع من تجربة سماعها اهدى ديني فرصة بالضبط كده فاصل ده لنهاية الموسم الله اعلم لا Musim ممكن بقاش نهاية الموسم لان انا بحب الشغل ممكن بقاش نهاية الموسم لان انتفضل انادي جماهيري ولا نادي مش جماهيري بالعكس نادي جماهيري ما عنديش مشكلة ونادي مش جماهيري ما عنديش مشكلة من مدرب اقدر اشتغل الحب دلله انا متعود على الكلام متعود على الدغوات دي وبعدين أنا بحب دايماً التحديات وحبش أبقى واقف عند حد معين عايز دايماً وصلتي عند دي عايز عديدي وصلت عندي فدايماً ليه يعني أهداف عايز كل هدف عايز بوصل له عايز اللي بعده ماينفعش أنه أنا أبقى اللي بيقف زي نقول اللي بيقف عند حاجة معينة بينزل فمش عايز أبقى واقف يعني عايز زي ما أنا أبقى بعرف أن أنا أطلع من الخطوة الخطوة أعلى إن شاء الله اشتركوا في القناة